بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما تفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أيها الإخوة الصائمون تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الأجر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر العظيم ونبدأ معكم حلقة جديدة من برنامجكم يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر نعتبر بها وهي أيضا مكان للتأسي فنأخذ بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي اصطحبها في جميع أيامه نذكر منها ما كان صلى الله عليه وسلم يتصف به في جميع حياته وموضوعنا اليوم هو رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما ويكفي في ذلك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حصر رسالته في الرحمة فقال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لذلك سمي نبي الرحمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم وجوده رحمة حياته رحمة مماته رحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم وموتي خير لكم فما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خلق الرحمة ما كان يصدر عنه من أمر أو نهي كل شيء تحكمه الرحمة ولذلك كما ذكرت قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ العالمين بفتح اللام اسم ما سوى الله تعالى لذلك فرحمته تشمل المؤمنة وتشمل المنافقة وتشمل الكافر ولذلك قال بعض العلماء رحمته للمؤمن بالهداية ورحمته للمنافق بالأمان في الدنيا ورحمته للكافر بتأخير العذاب عنه لذلك أن الكفار كانوا قديما تأخذهم الصيحة يأخذهم الغرق فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم من كل ذلك فإذن هو رحمة للمؤمن بالهداية ورحمة للمنافق بتأمينه في الدنيا ورحمة للكافر بتأخير العذاب عنه كذلك من آيات الرحمة التي تدل عليه صلى الله عليه وسلم قلته تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنَ أَغْلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبَيَّنَ أَنَّ تَعَامُلَهُ مَعَهُمْ يَكُونُ بِالرَّحْمَةِ لأنه نبيج الرحمة ولأن من أسمائه أيضا نبيج الرحمة وكذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك فقال لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْوْفٌ رَحِيمٌ وقال تعالى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين لا يريد أن يشق عليه لا يريد ما يعنتهم ولذلك أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل في الصلاة قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه أو فأتجوز مخافة أن يشق ذلك على أمه انظروا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يحب في الصلاة التي هي صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في الصلاة التي يجد الراحة فيها ومع ذلك إذا سمع بكاء الطفل أو بكاء الصبي يخفف الصلاة مخافة أن يشق على أمه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكره المشقة على أمته وكان يحب التيسير ما خجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إذما ويقول لمعاذ بن جبل ويبي موسى الأشعري يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد التسير يريد الرحمة بأمته يريد لشريعته أن تكون سهلة كما قال صلى الله عليه وسلم أبعثت بالحنفية السهلة أو السمحة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتجوز في الصلاة أن يقتصر ويختصر فيها مخافة أن يشق على أم الصبي إذا هو سمع بكاءه إذا هو سمع بكاءه كان يوجز في الصلاة أو يتجوز فيها ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحسن والحسين فجاءه الأقرع بن حابس فقال سبحان الله لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال له صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة وكان يقول من لا يرحم لا يرحم وكان يطيل الصلاة عندما يجيء الحسن أو الحسين فيركبان على وهره صلى الله عليه وسلم يطيل السجود مخافة أن يسقط ورحمة به وكذلك كان يصلي كما في الصحيحين وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا رحمته بالأطفال وكذلك كان يدعبهم رحمة به فقد جاء إلى أخي لأنس ابن مالك وكان له طير يلعب به فمات ذلك الطير فكان صلى الله عليه وسلم رحمة به يلاطفه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل بالرحمة مع كل من حوله حتى الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحمة بها وأمر ببيعها على من لا يرحم بها لذلك كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالرحمة وعندما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام جعله في حجره وسقطت دمعته صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله قال إنها رحمة ففي رواية قال له العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته وفي رحمته بكل من حوله لذلك كان من أيامه الرحمة فهو يصاحب الرحمة في كل شيء وإلى حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة